مسائل اجتماعية السلام عليكم ورحمة الله عندي اليوم رسالة تأخرت قليلا بسبب فيض الرسائل وهي الرسالة جاءتني على بريدي الخاص وجاءت على بريد البرنامج فيبدو أن الرسالة مهمة للشباب لأنه جاءتني الرسالة مرتين وقبل الآن جاءتني رسائل مماثلة لكني سأقرأ هذه لأنه صاحبها مصر على الإجابة عليها كما هي تقول الرسالة السلام عليكم ورحمة الله مهما حصل من التعب والصدمات المباشرة وغير المباشرة أقاوم وحتى لو أدمعت عيوني وقلبي يحترق من الرفض لأدفه سبب والحمد لله أصبحت أتوجه إلى سماع آيات القرآن في السيارة في أي مكان قررت هكذا أن أفعلها على فكرة هاي الرسالة ما لكتير واضحة وأنا لما وصلتني على بريدي وصلتني قبل رسالة تانية يمكن بتوضح بقى مضمون هاي الرسالة فكان لازم أبدأ بالرسالة الأولى معلش بما أني بدأت هنا أتم هذه الرسالة ثم أعود إلى البداية يقول أسمع القرآن والأدعية والأناشيد الإسلامية أصبحت أجد فيها الهدوء ما زلت أبحث عن شريكة وأناقش أهلي وأدخل في نقاشات معهم حتى أصبحوا يقتنعوا بما أريد الحمد لله كتير على فكرة الرسالة مفككة تصوري تصوري أو تصوري أريد أن أشرح لك موقف وهو في الزواج في أسلوب التعامل والمقارنة اتصلت والدتي مع والدة الفتى لا الحقيقة خلاص يمكن ما سأكمل الرسالة سأشرح ما هي هيك هكذا أفضل بالأصل وصلتني رسالة من شاب هذا الشاب يقول أنه وصل عمره لثلاثين وأنه هو شاب مثقف وعلى علم وعلى اطلاع أنه هذا الشاب يهتم بنفسه فهو يعمل بوظيفة جيدة الوظيفة لها راتب ممتاز يقول أنه عنده سيارة يقول أنه هو يثقن اللغة الإنجليزية جيدا وطبعا نحن بنعرف أنه اللغة الإنجليزية صارت بعالمنا ضرورة لكل وظيفة ولكل عمل يقول أنه كمان هو بالكمبيوتر جيد وممتاز وعنده قدرات هائلة جدا يقول أنه بقى مشكلته طبعا حتى تسأله شو المشكلة وليش كان هو حزين كتير مشكلته أنه كل ما ذهب إلى بيت لكي يخطب يعتذروا منه ليش؟ لأنه ما معه شهادة جامعية يعني هاي هي لب الرسالة وهون المشكلة تبعه طيب هو بقى يقول أنه أحيانا يرفض من على الهاتف يعني بدون ما يستقبله بدون ما يعرفوا شكله أو شخصيته أو ما هي مؤهلاته الأخرى إذا كانت بتغطي هذا النقص أو لا تغطيه يرفض هذا الشاب منه البداية ويعتذر منه أحيانا تذهب والدته على طريقة الخطبة التقليدية فلما تعجب بالفتاة بيبدوا يسألوها أول ما يسمعوا أنه هو بيسمعوا سنتين معهد هندسي فبيرفضوه نهائيا وتوالت هاي القصة حتى مر عليه سنوات وهو يخطب ولا يستفيد شيئا فوصل لحالة الحزن التي يصفها في هذه الرسالة الحقيقة أنه هاي القضية قضية مهمة لأنه هاي قضية مجتمع هاي قضية مجموعة من الشباب يعني إذا شاب الله ما وفقه ما درس والناس بالدنيا صاروا قدرات أو مو بس قدرات أحيانا تأتي الحياة للإنسان بما لا يحبه ولا يشتهيه كل شاب بالدنيا بالآخر بيعرف أنه الشهادة الجامعية ضرورة وصارت البكالوريوس هو مجرد محو أمية لكن الظروف تعانده إما بسبب أنه بيكون مسؤول عن عائلته أو بسبب صعوبة القبول بالجامعات أو بسبب بيكون والده عنده عدد كبير من الأولاد ما استطاع أنه يدرسهم كلهم أو أحيانا كثير عم بتصير مع الشباب أنه بيقبل في الجامعة لكن يحول بينه وبينها الفيزا أو يعني مهم أنه حتى يصل للبلد يأتيه القبول بالجامعة لكنه لا يستطيع الدخول إذا هذه البلد فهذا بيتسبب له بمشكلة وبيضطر أنه يغير مسار حياته إلى شيء آخر لا يحبه طيب ماذا أقول لهذا الشاب يعني كيف أنا بالدواسي كيف بالدواسي مشكلته الحقيقة بيد أمهات البنات أنا اللي بقدر أعمله أني أكلم أمهات البنات هلأ أنا من الذين ينادون بالتكافؤ الاجتماعي في الزواج هذا ضرورة لا نستطيع نكرانه التوافق الاجتماعي يكون بكثير من الأشياء يكون بالدين ويكون بالعادات والتقاليد يكون بالمدينة ويكون كمان بالعلم والشهادات ولكن في أنا عندي كثير كثير سؤال مهم هل تعبر الشهادة عن ثقافة الإنسان الحقيقية يعني لو أنا جاءني شاب معه ماجستير أو شاب معه دكتورة هل أستطيع أن أطمئن تماما إلى طريقة إلى طريقة حياته وأسلوبه وتفكيره فأزوجه البنت أكيد لا نستطيع يعني نحن صرنا في زمن عامت فيه الأمور لدرجة غير طبيعية كل شيء يدخل مع بعضه وأصبحت لا الشهادات تعبر عن الإنسان ولا حسبه ونسبه يعبر عنه ولا مكوثه في المساجد ومظهره وذقنه الطويلة تعبر عنه صار ما يعبر عن الإنسان غير مخبره غير جوهره الحقيقي وهذا الشيء لا نستطيع أن نعرفه غير بالمعاشرة بالسفر بسؤال أقرانه والمقربين منه عن هذه الأشياء هاي صارت الوسيلة الوحيدة لحتى نعرف الإنسان فما لازم نظلم هذا الشاب يلي الحياة تسكرت بوشه هلأ أنا جدي عنده خمس بنات وعنده خمس أصهار ثلاثة منهم كان ما معهم شهادات جامعية واحد منهم الآن ينادونه بالدكتور لأنه ويقولوا عنه مفكر تعرفوا أنه شهادة بكالوريا ما معه يمكن شهادة تاسع حتى كما كنت أسمع من خالاتي ومن والدتي ما معه مع ذلك الإنسان يثبت نفسه بالآخر بشخصيته يثبت نفسه بأفكاره يثبت نفسه بسلوكه بتدينه بكل هاي الأشياء مجتمعة مع بعض هلأ يمكن تقولوا أنه نحنا كيف بدنا نعرف هذه الأشياء الشهادة بالنسبة لنا هي اللي بتعطينا هذا الفكرة اللي أنا أتكلم عنها صح يمكن تكون نحنا بحاجة لهي الشهادة لكن إذا كان أمامنا شاب مثل هذا الشاب عمره يوحي بأنه ناضج يعني شاب وصل لثلاثين سنة مستبعد أنه ما يكون ناضج حسب أفكاره وكتابته والمراسلات الرسائل اللي أرسل لي إياها تدل على أنه شاب قد خبر الحياة أنه شاب يستطيع أن يفتح بيت إذا جينا نقيم هذا الشاب كما يقيمون الشباب هذه الأيام كل ما راحت الأمهات إلى الخطبة كل أم بتقلة يعني أم الشاب تذهب إلى الخطبة كل أم بنت تقول لها نحنا ما بدنا شي غير الدين غير الدين أول ما يبدأ القبول المبدئي اللي منقول عنه يعني صار رؤية صار نوع من التوافق بين الأسرتين بيطلع الدين اللي بدياها هو اللي بيعملوا عليه هاي الإشارة يعني بدل مصاري بتبدأ تسأل عن البيت عن الأملاك عن العمل عن شو وظيفته بالضبط قداش بياخد يعترى فيه إلو بونس ولا ما إلو يعترى فيه إلو بدل مواصلات ولا ما إلو يعترى فيه إلو بدل سكن ولا ما إلو فإذا بالآخير من دور بتطلع القضية لا دين ولا شيء هي القضية مادية فهذا الشاب من هاي الناحية جاهز حتى عم يقول إنه عنده بسوريا بيت عنده بيت كامل نتوقف دقيقة ونكمل مع الموضوع نرجع بقى لقضية الشهادة هل الشهادة تعبر حقيقة عن علم الإنسان طبعا هي برستيج اجتماعي بس هذا الشاب معه شهادة معهد يعني عم يقول إنه درس هندسة ويحمل شهادة وعمله جيد طب لو ما كان متقن لعمله لدراسته هل يستطيع في هذا الزمان اللي انتشرت فيه البطالة أنه يحصل على عمل جيد وأن يحوز على ثقة الذين يعمل معهم وأنه يستمر في هذا العمل أكيد ما كان هذا الشيء سوف يستمر معه طب خلينا هون لكن نتكلم عن الفرق بين الثقافة وبين الشهادة نحن نربط دائما الثقافة بالشهادة هل الاتنين بيعبروا عن نفس الشيء؟ أكيد لا يعبرون عن نفس الشيء العلم شيء والثقافة العامة اللي نحن نريدها ونسعى إليها شيء آخر العلم بيكون بناحية معينة بيتقنى الإنسان لحتى يشتغل فيها طيب لو زوجنا بنتنا من هذا الشاب هل تنتفع منه في حياتها الزوجية لما تحتاج أكتر إلى الثقافة العامة اللي هي بقى تعطي الإنسان الوعي سعة النظر سعة الأفق القدرة على الحكم على الأمور القدرة على حل المشكلات العمق الانتباه يعني كثير كثير أشياء بتعطيها الثقافة العامة فالغلط من هاي النظرة بقى أنه الإنسان اللي معه شهادة بيكون إنسان كثير قدير وكثير على مستوى أنا بعرف واحدة سيدة قديرة وكبيرة بالعمر فبتشتغل مديرة مدرسة كان كلما أجتها سيدة لتتوظف عندها معلمة أو آنسة كثير بتفرض عليها شروط إنه تجي تلقي الدرس أول مرة وتاني مرة بتدخل هي بتحضر الدرس بنفسها مع أنه كثير عندها مشاغل لأنه مدرستة ابتدائية وإعدادية وسانوية وحتى في عندها قسم للروضة كمان بتفرض أنه تفوت مجموعة من المعلمات كمان يشرفوا معها ويسمعوا الدرس فأنا يعني بيوم استغربت كتير لأنه إجت شكتلي واحدة من التي عملنا معها أو اللي تقدمنا لوظيفة معها إنه هي معها دكتورة ومعها خبرة عشرين سنة فلما ذهبت إلى هذه المدرسة وقدمت أوراقها كتير شعلت بالإهانة يعني أنه كل هذه الخبرة وكل هذه الدراسة وبعدين تطلب منها مديرة المدرسة أنه تلقي أول درس وتاني درس وتدخل عليها المعلمات الصغيرات يعني هي السيدة طبعا بما أنها خبرة عشرين سنة ومعها دكتورة كانت سيدة كبيرة بالعمر عمرها حوالي خمسة وخمسين سنة فشعرت بالإهانة وجد تشكيلي أنا تعاطفت معها فذهبت لمديرة المدرسة على أساس أنه تربطني بها روابط من الصداقات القديمة والعلاقات الأسرية مع جميع أفراد أسرتي فقالت لي كلمة أنا اقتنعت بها بعد ذلك قالت أنه ليس المهم هو الأوراق وليس المهم هو خبرة عشرين سنة المهم ماذا فعلت هذه السيدة خلال هذه الفترة وقالت لي أنه هي من تجربتها أو اختبارها للمعلمات اكتشفت أنه كتير رغم الخبرات ورغم الشهادات العالية وقالت لي أنه أحيانا بيكون مو بس معها دكتورة بيكون عملت مجموعة كبيرة من الدورات اللي بتدرب أنه تعطي قدرة على الإلقاء وقدرة على التدريب وقدرة على الإبداع بالعطاء أنه وجدت هذا الشيء غير متوفر إطلاقا يعني بس أخدت الفتاة شهادة ولكن لما جئنا لأرض الواقع لم تستطع تطبيقها على أرض الواقع فقالت لي أنه من أجل هذا هي حريصة جدا على اختبار المعلمة بنفسها هذا الكلام قديم بعده لما دخلت على الحياة رأيت أشياء كثيرة أنا نفسي لما درست بالجامعة وصديقاتي درسنا في جامعات أخرى يعني روينا لي من القصص ما نستغرب منه هلأ دراستي المدرسية كانت في دمشق ومعروف أنه بسوريا كتير بيهتموا باللغة العربية يعني نحن لما وصلنا للبكالوريا كانت لغتنا العربية قوية جدا لما تفرقنا في البلاد بسبب السورة البنات يعني صديقاتي ورفيقاتي المقربات كل واحدة ذهبت إلى بلد معينة فلما دخلنا إلى الجامعات كان إجباري في مادة لازم يعني لغة عربية مفروضة على كل الجامعة لما درسنا هذه المادة فوجئنا من ضعف المعلمات هلأ أنا أخشى أنه من المستمعين كمان يكون عندهم ضعف فأنا هاشرح لكم دخلت المعلمة إلى الصف وعم تسأل الطالبات لأنه بالجامعة بتكون المادة خفيفة يعني تدرس فيها الطالبة المبتداء الخبر الكلمة الجملة الاسم الفعل الحرف فأجت جملة بسيطة جدا أنه عاقبت المعلمة الطالباتي فأجت عم تسأل المعلمة ما أعراب الطالبات واحدة بنت قالت لا الطالبات مفعول به فغضبت المعلمة لا المعلمة بالأول عفوا ما غضبت قالت لا أنه لا البناء الطالبات ما لا مفعول به هاي مضاف إليه البنت قالت لا لا يا وهي دكتورة على فكرة لا يا دكتورة هاي مفعول به عاقبت المعلمة الطالبات جملة بسيطة جدا يعني بصف الرابع ممكن أنه يعرف شو أعرابه عاقب عاقبة فعل والمعلمة فاعل والطالبات مفعول به قالت له إزاي دي مكسورة يا بنات وبعدين يعني هددتهم للطالبات أنه التي تعرب لها في الامتحان كلمة الطالبات على أساس أنها مفعول به تعاقب وتحذف لها العلامات لأنها مكسورة وطبعا اللي ما بيعرف أو نسي معروف أنه جمع المؤنس السالم ينصب بالكسرة عوضا عن الفتحة هذه قاعدة معروفة بيأخذوها الطلاب بالشام بسوريا ويمكن كل الدول العربية من صف الرابع أو الخامس أو السادس وتتكرر طبعا على طول لأنه جمع المؤنس السالم لا نستغني عنه ويأتينا دائما في أي جملة ويأتي في الآيات ويأتي في الأحاديث ويأتي في الشعر فكلمة كثير معروفة سهلة وبسيطة ولكن المعلمة نفسها أخطأت لما كنت بالشام كمان كانوا يعني يمزحوا ويقولوا لنا أنه في ناس بيعربوا بطاطا الباء حرف جر وطاطا اسم مجرور لكن لما دخلت أنا لسلك التدريس ولما من قبله كنت طالبة رأيتوا أمثال هذا الكثير يعني عن جد ما لو نكته في ناس فيهم اللي هي في حرف جر وهم ضمير متصل في محل جر بحرف الجر بيعربوا لي يا فعل وبيعربوا لي الميم اللي بالآخير يلي هي بس علامة الجمع تطلع معهم هاي كمان ضمير وبيكون إلا محل من الأعراب فاعل أو مفعول به الحقيقة شفنا أشياء عجيبة وغريبة فالشهادة ما عادت تعبر عن شيء لا للمعلمة اللي عم تدرس واللي حاملة مع الدكتورة ولا للطالب فلازم الإنسان الواعي يلي عنده عمق ما ينظر لهذه الأشياء يعني نحن صرنا بزمن الحصول فيه على عريس صعب ما عاد سهل أبدا يعني العريس الذي يجمع التدين إلى الخلق الجيد إلى معرفة الحياة إلى القدرة على تحمل المسؤولية إلى أشياء ما يكون بخيل كمان يكون عنده حد يعني مادة جيدة لحتى يعيش أسرته بهالظروف الصعبة ويكون عنده عمل كمان هذا الشاب صار نادر الوجود فنجي نوقف على أنه والله معه شهادة أو ما معه شهادة هذا الشيء ما عاد مقبول المفروض أنه نحن بعد المحنة اللي مرينا فيها نصبح أكثر عمقا يعني نقيس الناس بمقاييس أخرى غير هاي المقاييس القديمة خلينا نرجع مرة تانية نغربل هذه المقاييس نشوف شو الصحيح منها واللي لازم نهتم فيه وشو اللي مو صحيح ونرجع نصلح حياتنا لحتى ننشئ سوريا الجديدة بطريقة صحة سأتكلم أكثر على الشهادات لأنه الحقيقة هذا الموضوع كتير مهم وأنا في رسالة بقى أخرى أريد أنا كمربية وأستاذة لمادة التربية توصيلها للمجتمع الشهادة لا تعبر أبدا أبدا لا عن العلم ولا عن الثقافة سأضرب مثل آخر قبل أن أستمر في موضوعي لكسر الرتابة والطرافة فتقول إحدى المفتشات أنها دخلت إلى الدرس لتختبر معلمة جديدة فتقول أنه هذه المعلمة الجديدة كانت تقرأ على الطالبات كافأ المعلم والطالبة علي حسن سلوكة قرأتها عادتها مرتين فتقول المفتشة أنه كتير كتير استغربت لأنه هذا المثل يضرب دائما دائما وبكل البلدان يضرب يعني كمثل دائم على يعني على بكتب اللغة العربية لأنه واضح وسهل لكن هذه المعلمة قرأتها مرتين وهي تظن أنه على حسن سلوكه يقصد بها اسم الطالب وسمته علي حسن سلوكة كمان فقرأت حتى التاءها يعني عكسة الأمور كلها يأتي فالضعف لم يعود في بلد واحدة الضعف في كل البلدان العربية كلها يأتي من أولا أبدا من محل ما بتبدأ من الشرق إلى آخرها للمغرب العربي والضعف في كل البلدان العربية كما سمعت أنه سوريا كانت مشهورة كمان بقوة اللغة العربية بدأوا الناس يقولون أنه بالخمس سنوات الأخيرة أو العشر سنوات الأخيرة كمان وصلت ضعف إليها فالمهم أنه العلم ما عاد يعبر فإذا بدنا نعرف أنه هذا الشخص لديه الثقافة أو العلم اللي بيستاهل فيه هذه البنت يعني اللي وازي علمه بدنا هدول الشاب والفتاة يجلسوا مع بعض ويتأكدوا أنه هن فيه مستوى علمي متساوي هلأ أنا كمان بعتبر أنه الكفاءة ضرورية بالشهادات لأنه ممكن أنه بعد الزواج الشاب والبنت بقى يصير بينه النوع مثلا من الحزازات أنه البنت تتعالى فالرجل يشعر بنوع من النقص فتصير مشكلات ولكن كما أقول أنا يعني بتوقع هذا الشيء حتحاججني فيه الأمهات يعني حتقول الأم أني أنا أرفض من أجل المحافظة المحافظة على التكافؤ بين الشاب والفتاة ولا أرفض أنه والله استقل بهذا الشاب أو بمستواه العلمي هلأ هاي الحجة أنا أجبت عليها خلال الكلام أنه ليس العلم بالشهادات وهلأ كمان حقول شيء آخر أنه ليس العلم بالشهادات وكمان أنه الشب الذي يعير الفتاة بيكون ما بيستاهله يعني من ضمن الاختيار مو فقط نهتم بالشهادة مو بس والله نقول إذا طلع فيه تساوي بينهم بالثقافة العامة أنه نتجاوز هذا الشيء لأ كمان بدنا نهتم بطريقة تفكير هذا الشاب فالشاب اللي بده يجي يعبر الفتاة يعيرها أو يشعر هو بالنقص أمامها أو هي تعيره أو تشعر بالنقص أمامه يعني هلأ عم أتكلم بشكل عام بصرف النظر عن مين الأعلى ومين الأوطى هذا كتير حيخرب الحياة الزوجية وبعدين الإنسان اللي بيعير أو اللي بينظر بهالطريقة يعني ممكن يلاقيه بحياته أي شيء آخر لحتى يعتبره مشكلة وتكون بقى بينه وبين الفتاة يصير حزازات أو يصير أشياء نحن لا نحبها وتخرم العلاقات الزوجية فإذن يعني الخلاصة التي سأقولها أنه أكيد كبداية ممكن أن نقول الشهادة مهمة والتكافؤ الزوجي مهم ولكن لما بيأتينا شاب في عنده كل المقاومات اللازمة للزواج شاب جاهز شاب على خلق فلا نقف عنده فقط قصة قضية الشهادة وإنما نعمل له الامتحان اللي إلنا عنه الذي يجرى في المدارس الذي يجرى من أجل اختبار قدرات هذا الشخص يعني امتحان قدرات أو امتحان علم بناءًا عليه بقى نقرر أنه هل نستطيع تزويج هذا الشاب أم نصرف النظر عن الموضوع بعدين هون فيه كمان قضية مهمة أنه هذا الشاب لما رفض شو اللي صار بنفسيته يعني نحن نظن أنه بس البنات اللي إلهم النفسيات واللي عندهم عواطف واللي بيتألموا يتبين لنبى أنه بهذا الزمان تحول الموضوع وصار الشاب هو الذي يعاني يعني لا تقولوا أنه هيئلة رجوله لا تقولوا أنه هذا ضعف إذا شاب ضل عم يخطب ست سنين وست سنوات وهو يرفض من أجل الشهادة ومعروف أنه كل المجتمع يطلب الشهادة ويعتبرها شيئاً كبيراً معناته هيكون شي طبيعي أنه تهتزقته بنفسه فماذا نحن نصنع لهذا المجتمع لما نرفض أمثال هؤلاء الشباب وخاصة أنه مع الثورة كثير من الشباب ما استطاعوا تكميل علمهم طب هل يبقوا وضطروا إلى العمل طب هل يبقوا بدون زواج لو صار هلأ مجتمعنا مليء بأمثال هؤلاء الرجال اللي بدون زواج وبأمثال هؤلاء البنات يلي بدون زواج كيف هيكون يا ترى وضع المجتمع هل سيبقى مجتمعاً سوياً مجتمعاً بدون أمراض هلأ مثل ما جاءتني هذه الرسالة أنا اليوم وأمس وأول أمس أحياناً تحت صدف غريبة بالحياة جاءتني رسائل من بنات يشتكين من العنوسة إنه كل ما إيجا شاب بيجي والده أو والدته مرات بيرفضوه من غير أن يسألوها وكان هذا كمان السؤال جاي من ضمن أسئلتي الشاب بختام رسالته سألني إنه هو متمنى يعرف إنه الرفض عم يأتي من الأهل أو عم يأتي من البنات حسب الرسالة اللي جاءتني أو مجموعة الرسائل التي جاءتني من البنات كأني فهمت إنه الرفض يأتي بكثيراً من الأحيان من الأهل يعني لما يلاحظوا إنه ما في تكافؤ فبيرفضوا الشاب بدون ما يخبروا البنت أحياناً بعد فترة أو يعني يا بتعرف بالصدفة أو أهلة بيتطوعوا بيقلولة فأحياناً تحزن لما تسمع عن هذا الشاب وتسمع عن صفاته فتشعر بأنها فقدت فرصة كانت مناسبة فرصة كانت هي تحبها وتحلم بها فصار عنا بقى عنوسة بالشباب وعنا عنوسة بالفتيات طب كيف ننحل هاي المشكلة؟ فأنا أرجو من الآباء والأمهات إنه يرجعوا مرة تانية يفكروا ومرة تانية يعيدوا هالأفكار القديمة اللي عيشنا عليها خمسين سنة أو أربعين سنة أو أقل أو أكتر لا أعلم ومرة تانية نرجع نحاكمها نشوف مع هالظروف الجديدة اللي عم نمر فيها هل هي صحيحة؟ هل نستمر عليها؟ إذا رجعوا حاكموها ولقوا إنه صحيحة فليستمروا عليها إذا لقوا إنه لازم نغير بعضها وهذا أنا ما أرى أنا عفواً لا أريد أن أنسف تاريخ قديم عشنا عليه وألفنا وفي كتير أشياء أكيد منه صحيحة لكني أريد أن نستغل الفرصة ونصحح الأشياء اللي عم تسبب أمراض لمجتمعاتنا أو عم تسبب بمشكلات جديدة يعني نحن نهرب من مشكلات بعدم التزويج فنقع بمشكلات أخرى اللي هي العنوسة والمشاكل الأخلاقية اللي كترت كتير بلمجتمعات وعلى فكرة في ناس من اللي أرسلوا لي رسائل قالوا أنه بتنا نخشى على أنفسنا من الوقوع في الحرام طيب أذكركم بقى بإذا في عندكم أي أسئلة ترسلوها على بريد البرنامج أو على صفحتي والموضوع ما خلص أنا إن شاء الله حكمله بالحلقة القادمة لكن مضطرة أني وقف لأن وقت البرنامج انتهى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسائل اجتماعية ترجمة نانسي قنقر